انا راجع تاني كده على المحنة عاملنا المرور اللي فاتت وهو احلا اصلا كان كل كلامنا كان عن الاكتشور تاني اه اللي هو فاندويند دول ديناميكس. تمام? اه المفوض دي لكتشور فور يعني. لكتشور دي هنتقسمها لتلات حاجات. اول حاجة انها شغالين وبعد كده بعد كده شغالين وبعد كده شغالين اه في حتة اللي هو ايه من الباوندري لير او تمام? فحنا الجزء الاولية دي احنا شرحناه ان انا حتة الساب صونيك ان انا عندي طبعا هعمل لكم التفسير دي دلوقتي بس نقولها بسرعة كده ان احنا عدنا الساب صونيك الساب صونيك بدا بينقاسم الى وكومبراسبل وبعد كده فيه بقى خدنا في الساب خدنا في ساب صونيك الخدنا وطبقناها مفهوض النهاردة والمرة اللي فاتت عملنا ده كان قابل بعد الميت تورم بعد الميت تورم كان الكمبراسبل وبعد كده فيه جزء السوبر صونيك الكلام ده مرهوش كلام على الشيت بحاول انتو تذكروا الجزء ده من الليكتشور بكتو يعني شرحها كويس في الليكتشور بحاولوا حتة السوبر صونيك تبصوا عليها اه في انها تبتدي من اول صفحة اوكي ده اللي هو المفروض من صفحة رقم اثنين واربعين تمام مفروض يعني هو الكلام كله اللي هو اه تغير السرعات والقريات والكلام ده كله في الويند تانلز والروكت يعني اللي هي النوزل بتاعت الروكت يعني تمام اخر الروكت تمام آآ دي الحاجة دي حاولت بص صارحة في الليكتشور لاني ننفعش اي كلام على الشيت بعد كي انا طالت اخدنا الفيسكس فلو دي هناخده النهاردة يعني حادث بقى زي ادرا جيب وطبعا احنا كنا كل ده قبل كده كنا نقول لنا احنا نشارق في لوك احنا نحط الفيسكوستي بزيرو اصلا وهنا دي حالة ايدل ليش حال ريال ريال لازم تمام? هدو بقى نطبق الفيسكوستي وندخل بقى الفيسكوستي وندخل بقى انا كنا زي كان نجيب على طريق ايه؟ فاكرين كنا نجيب ناصل ونجيب الفرقة ونذهبه في الاري فنجيب طب التناج بحي يجيب انتين تمام? ماحتاجين نجيب ده نجيب خلي بالكوا إن احنا عندنا على على انتين بيجيب لنا ليفت ودركة كده بسعب الزوائع مهلا تنفيش واحد عمودي وواحد بميس لأوما الاتنين. لو احنا لو انا عملت ادارة السيديم حل التوام في الاكس باباها هيدوني او في اتجاه الفلو يعني. والعمودي عليه هيديني الليفت والاتنين. بيديني ودراج. والسكين بيديني دراج والاتنين. تمام? فخلينا كده نعمل حاجة الاول نفتح ماشي وتسميه. احنا هنعمل بسرعة كده ايه اللي هو التفصيلة بتاعة ال اه الفلو. ايش ايه ال ايرفلو بتاعنا? منقسم لايه? تمام? اوكي ال ايرفلو. منقسم لثلاث حاجات. منقسم لساب صونيك. تمام? ومنقسم لصونيك. ومنقسم لايه? لسوبر صونيك. اوكي. ستنعه بصي ماوس في مشكلة. اوكي. ماشي. الساب صونيك ان احنا السرعة بتاعتنا اقل من سرعة الايه? الصوت. تمام? احنا ما شغلين في هوا مسلا في سرعة بتاعتنا اقل من سرعة الصوت. ده معناه ان الماخ نوبر اقل من ايه? الواحد. ان الماخ نوبر بيساوي ايه? بيساوي السرعة بتاعتي على سرعة الصوت. في الفلاود اللي انا مش فيه. ماشي بقى في هوا ماشي في مية. على حسن انا مش فيه. تمام? الساب صونيك ده بينقسم بحاجتين. الان كومبرسبل وكمبرسبل. الان كومبرسبل بتاعنا. طبعا الهوا اصلا طبعته ايه? كومبرسبل الان كومبرسبل الهوا طبعته كومبرسبل. يعني بيتضغط اصلا. تمام? بس احنا ممكن نفترض انه انه كومبرسبل. ده معناه ان الرو ما بتتغيرشي. الرو كونستانت. امتى? لما الماك نمبر بتاعنا يكون احلي من ايه. لو بتاعنا اجمل فخلاص. ما هو ايه? طبعا ده معناها ان السرعة بتاعتي بتساوي سرعة الصوت بالزبط. فتره عميه. ودهل فترة قليلة between الساب سونيك. السوبر سونيك ده معناني ان انا عديت حجز الصوت. فترعناها ان السرعة بتاعتي اعلى من سرعة الصوت في الهوا. لو انا شغل في طيارة انا اش شغل في billion سينبقى صورة الصوت في الapers وده معنا ان المخ نوبر اجمل من ايه? من واحدة. الجزء اللي احنا شرحناه المرة اللي فاتت احنا كنت طبعا ده قبل وده المرة اللي فاتت زي ما قولتكم حاولت ذكروا ده من احنا بقى دلوقتي هنتكلم عن ايه هنتكلم عن بسرعة كده احنا كنا افترطنا عشان اصلا نجيب والحيات كلها افترطنا اصلا فيه فرطيك انا احنا شغليه يعني ده معنا ما فيش ميوم ما فيش تمام? وطبعا ده مش منطقي احنا عندنا حاجتين فيه عندنا يعني الفرع بين الايدل و الريال تمام? ايه بقى الفرع بينهم? ان هنا بزيرو وهنا بزاوية زيرو في رقم تمام? وده طبعا الحقيقي هتقول لي ايه ده الهوى حتى فيه مقامة فيه بس صغيرة جدا حاجة عشر بس مينس فايف يعني طبعا البسكوستي كلما الفلويد يعني بتحرك من جاز لليكويد كلما الفيسكوستات زيت يعني مسلا الهوى اقل بسكوستي بعد كي هتلاقيه مسلا الماء كده الزيت بعد كده العسل تمام? بعد كده اخر حاجة خالص اللي هو الاطران ده اللي هو يعطر بيستخدم في في الاسفلت تمام? ده يعتبر اصلا بس لما بينشف بيتحول يعني تمام? تمام? فالحالة يعني الفرع بين الريال والايدل فلويد هو الفيسكوستي يعني في الايدل مفيش بسكوستي في الريال بي بسكوستي. تمام? حلو ابي. طب احنا لو رسمنا لو مثلا انا عند حيطة كده بس. او ارض يعني. تمام? وفيه هوا ماشي عليه. لو انا ما عنديش بسكوستي هل هيحصل حكاك ما بين البورتكولز وسطح الارض? ولا لأ? لأ مش هيحصل مدام ما فيش بسكوستي. فبالتالي ايه هيحصل? يبدأ اللي جاكل الفلوس بتاعنا. تمام? من اول السطح بتاعي. تمام كده? لحد فوق نفس السرعة اللي هي بتاعتي او بتاعتي. تمام? حلو. طب لو انا مسلا في الريال بقى فده شكل الارض. فاللاحظ ايه? اللحظ ان لأ ان عشان فيه احتكاج مع سطح الارض. فبيبدأ السرعة بتدي من زير وعكاية تبدأ تزيد حتى ما توصل لايه? بس سرعة الهوال عادية. تمام? بس بتدي من زيرو عند سطح الارض. ثم بتبدأ تكبر لحتى ما توصل يو ايه? تمام كده? او في طبعا عشان فيه احتكاج. ما فيه هنا. تمام? حلو قوي. فده ايه خلينا نعمل ايه? نبصي بقى الارفويل. الشغر بتاعنا احنا بقى. الارفويل. المفروض ان احنا كنا مسلا بنقول ايه? لو انا عند فاكرين. كنت اقول لك عايز اربط النقطة واحد. النقطة اتنين. تمام? كنا بنقول ايه? ان انت عطك مسلا البي وان. البي وان. والفي وان. وعند البي تو. والفي تو. طب هي البي تو دي فين? يعني. مش اولا انا عايز النقطة اللي فوق سطح الارفويل. اعنا عارفين كويات Jesٍ ايه فوق سطح الارفويل اصلا. يعني احتكاج الارفويل اول بتعمل تحتك بالارض او بتحتك بالارفويل السطح الارفويل بتسوي زيرو. فازاي تقول لي عند النقطة اتنين دي اللي فوق الارفويل بتسوي بس اول اتنين. يعني ازاي النقطة دي على الارفويل تسوي سرعة. فقول لك لأ. انا بقيس. يعني انا بايخد السرعة دي اللي هي. طب يا جماعة طب الان. James ادرسه ازاي? يبقى نازم اعمل زوم في الحتة دي. اكتر. ابص بقى شكل الفلوسط. شكل الفلوسط هنا لولا مصلا خدت زوم من الحتة دي وعملت شكل ال اهو. فاللاحظ ان السرعة فانت من زير والحد ما توصل ايه? لفي اتنين. تمام كده? حلو. ويبقى ده هو اسمه. طب التغير ده بيحصل فقد ايه? انفوت التغير ده بيحصل في حاجة اسمها دي حاجة اسمها الفوت الكلام ده هتقضوه ان شاء الله في سنة تلتة. تمام? دات هي يعتبر ليها كده حاجة ازغيرها قوي. يعني بتغييرها. عندنا بتاعنا متقسم نتور ريجيم. والبوتنشل في الول. الهواء العادي اللي هو الفيتنين. طب التغير بقى من الزيرو لحد الفيتنين. ده كله ده اسمه الدلتة. ده يتبقى طبقة من الهواء رفيع جدا 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 جدا. اسمها عشان كيف سمناها ليرو. عشان يتبقى شريحة رفيعها جدا. الدلتة دي ممكن تبقى ده بتاعها. ممكن تبقى يعني اصلا نقول بسلا زيرو 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 واحد ميتور مسلا. واقل من كده كمان. يعني ده كده رخم كده. طب حاجة صغرة جدا جدا. تمام? عشان كده لما كنا نشغل في البرنون اللي كنا نفترض اعطوه لنفوق النقطة بيه اتنين عارض. كل شو محتمين بباوندر لايب. بس دلوقت هنتعمل الباوندر لايب ليه? عشان خطوة الباوندر لايب هاتجبني. تعالوا نعمل بسم الله نعمل بس تانية. اوكي. تمام. فبالتالي الباوندر لايب هتختلف عندي على حسب نوع الفلو. ايه نوع الفلو ده? انا خلي بالكم ان احنا عندنا نوعين من الفلو. عندنا اول نوع خالص اللي هو اسمه ايه? اسمه اللامينر فلو. تمام? وفيه حاجة اسمها التوربلاند فلو. ايه ده بقى الفرق ما بينهم? لو فاكرين مسلا يعني ايه اه خلينا اجيب لكم صورة احسن. يعني ده احنا كده كده قاعدين بقى اونلاين فتعالوا ايه? نجيب الصورة. ده يمانت شايفين كده? الله عزي الله عزي الله عزي ان اللامينر ده هو ايه هنا? اللامينر قصده ان انت الفلو ماشي بسلاسة ما كوش اي مشكلة خالص. التوربلان ان في عشوائية. التوربل انت اصلا يعني عشوائية يعني. في حاجة عشوائية. تمام كده? فده معناه ايه? ده معناه طبعا خلي بالكم ان احنا الهواء اللي حواليه. عندنا كون احنا ان اعاد مسلا في الاوضة في المكتب في المكان اللي هو اعاد فيه. الهاوى ده اصلا توربلانت ولا لامينر? طبيعي بتاعه? توربلانت. ايه انت مدامي ده تتوقع شكل الفلو كمان ثانية في الاوضة. اعمل ازاي? تمام? لان الهواء بيخش في المكان ودفرج المكان في عمل يخبط في الحيطة. فانت مش يعني انت الهوا بتوربلانت ان هو في حركة عشوائية قدر اتوقعها. تمام? فبالتالي اللامينر ده هو يعني الحياة الطبيعية تربلنت. بس احنا اللامنة ده نفرضه في السرعات للآيلة. وفي السرعات اللي احنا نقدر ايه او الاسبتشال كيس نقدر نقول عليها. زي كده بس ان انت عندك في فلو ماشي بايب. فالفلو بطيء قوي. في العطابة النوع ايه? لامنة. تمام? مثلا زي مثلا فلو حوالين آآ آآ سيرجل. هتلاقي مرة. لو السرع على الآيلة دمعنا ان حاجة اسمان يونس نمبر هقولوكو هي ايه? صغيرة قوي. فدمعنا ان الفلو بيطلع فوق الكورة وبينزل ناحية تانية بدون ما يحصل له اي ايه عشوائية. عمل التربلنت فلو لا ده هو اول بس ما يخبط في الكورة اللي حصل عشوائية. حصل ويه فلو كده. زي ما انتو شافين. تمام? ايه تاني مسلا يعني خلونا نشوف ايه كانت مسلا. اللي هي اه دخان الشامعة. هتلاقي زيه ان دخان الشامعة بينقسم لحطتين. يعني انت لو طفيت اي شامعة اتفع اي شامعة. انت مثلا اي شامعة ايدها كده وطفيها. او عود الكابريد مسلا ولا وطفيه بايدك. هتشوف اتلاحظ ايه? هتلاحظ ان ايه? بايدك ولاش تنفق فيه عشان الهواء يفضل ايه? خان يطلع ايه? بسلاسل بقى اشتربة. انت لو نفخت فيه. انت بتزقه. بتعمل عليه زي حاجة اسمها ان انت انت اللي بتحط الايه? القوة بتاعت الحركة. انت بتزق الدخان. فنعايزك تزفيه مسلا بايدك. وتشوف شكل ايه? الحركة بتاعة الدخان. هنلاحظ ايه? هنلاحظ ان حتة الاولانية في الدخان بتبقى ايه? ماشى بفرتكال لعنك. هتطلع على فوق. وبعد كي بيحصل زي ايه? اللي هو ايه? يعتبر في اعتنا فيه نوعين كنت هتلافيه اول جزء بالامنر. ثم بعد كيه. فخلاص يبقى هو ايه? هو اي حاجة ايه? عشوائي. تمام? اوكي. فنبقى نلاحظ كده بسرعة. فده شكل ايه? اللامنر هتلاقي ان بتاعة الهواء كلها ماشية بسلاسة. ما فياش اي مشكلة. تمام? طبعا التربنت. لا طبعا. حاجة كده واحدة طلع نزلة والتانية طلعها. بعد كده واحدة نفت مسلا. كده مشت شوية. برض كده طلعت ونزلت تاني. عشوائية بقى فهم? انت مش تتوقع شكل الحل بتاعي. تمام? حلوة قوي. ايه تاني? ايه تاني يقدر نقارنه مسلا. فده كده شكل الامنر والتربلنت. اه الهواء. تمام? طبعا الفرق عين الامنر والتربلنت. ده بيفرق طبعا في الدراج. الدراج بتاع تربلنت بيبقى اكبر بكتير جدا من اللامنر. ازاي? تعالوا تاني بص بصة. هللاحظ ايه ان مثلا لو ده سطح او سطح الارض مسلا. في الامنر والتربلنت. هللاحظ ان بتاع الفلوس دي. الدلتا بتاعة صغيرة. اصغر من ايه? التربلنت. انا هتلاحظ ان ايه? ان التربلنت هنا اكبر بكتير. تمام? وهللاحظ كمان يعني ده قتلنا الدلتا هنا. تي. سميها دلتا تي. لو حد عنده سؤال يسأل الله. تمام? وده كده الدلتا اللي. ده شكل طبعا هو يبتدي من زيره عند السطح. وده الاتجاه بتاعه. بس مش عارف ارسم بالموز. اوكي? تمام? تمام. هللاحظ ان ايه? ان الدلتا تي. السيكنس بتاع التربلنت باود لير اكبر من السيكنس بتاع تاني حاجة. هللاحظ ان لو انا خدت مسلا لاين كده. مماز. ده باسمه ايه? الاسلوب. الاسلوب ده اللي هو ايه? خلي بالكو هو اللي فوق ده ايه? اللي فوق ده الواي. الارتفاع بتاعي. صح كده? والاكس هو ايه عندي? اليو. صح? لان السرعة بتجدي من زيره وتوصل هنا لأيه فينفندي. فبلتالي الاكس هو اليو. والاي هو الارتفاع بتاعي. فبلتالي الاسلوب ده هاديني ايه? هاديني يو. بارشال واي. اوكي? فاللحظ ان البرشال واي في التربلنت اكبر من تمام يعني نعملنا كده بارشال يو بارشال واي عند الواي بزيره عند الايه عند النقطة ايه البداية. تمام كده? اللحظ ايه؟ ان هي في التربلنت أكبر من اللامن تمام حلو قوي في حاجة تعني الشير سترس بقى بيساوي ايه أصلا الشير سترس عموما كده خلينا على هامش على جنب كده الشير سترس بيساوي بيساوي الميو الفيسكوستي بتاعتك تمام كده سو بارشال يو تفاضل السرعة بارشال واي النسلوب بتاع الفيلوس السريبيوشن عند الواي ايه عند الواي ايه خلينا نعمده بشكل أحسن شوية فدمحنا أن الشير سترس في التربلاند أكبر من الشير سترس في اللامينر in the stickness اكبر من في اللامنر وعرفنا أن التغير أو السلوب بتاع التربلاند أكبر من بارشل يو بارشل واي للامينر. رقفنا كمان نشير ستريس اكبر. فدعونا برضو ان الدراج في هيبقى اكبر من الدراج في اللامينر. حيالوها بيجيب لي دراج اكتر. تاني حاجة. ممكن? فضل. انا بس مش شايف اه حتة ان ال بارشل يو بارشل واي في ازاي اكبر من اللامينر? عند الواي بزيرو. ما انا اتعالى ارسم هوملك مع بعض احسن. عشان فعلا ممكن تبقى اوضح بالنسبانك. الله عزقنا هتلاقي ده شكل الترمونات. تمام? ده شكل الترمونات. تمام? يعني خليني ايه? ده هو ده اللامينر اهو. بس رقنا ده ببقى اكبر شوية يعني. بس ده اللامينر ده ال وده تي. فلو خدنا لس لوب. يعني خدنا المماز فعالله عزقنا ده المماز بتاعنا. بتاع اللامينر.讓 المماز بتاع التربيوت. فالله Bernard النزاوية بتاعت الترمونات اكبر شوية. عشان كان فوق اكبر. احنا بناخد تاني الزاوي صح? ايوة تمام تمام شفتها. عشان بس انا مش اسمهم على بعضين. بس هو التغير بتاع الفلوسطي بتاع التوربن بيبقى اكبر من العشان كده اكبر عشان كده كمان بيبقى اكبر بتاع تاني حاجة في حاجة اسمها ايه ده بيساوي ايه? بيساوي حاجة اسمها يعني قوة الدفع يعني الهوى ده بيتحرك ليه? في حاجة بتزوء. في حاجة بتخليه تحرك صحيح كده? فالانيرشيا فورس على البيسكوستي فورس. هو قوة الدفع يعني قوة القوة اللي واخدها لتلو عشان يتحرك على قوة المقاومة بتاعت الايه? الحركة دي. يعني انت مثلا انت حاجة بتتحرك. كورة بتتحرك مسلا رمية كورة. في في تانك مسلا مليان عسل. اكي? فالكورة دي انت رح تزقيقها. فانت الزقة اللي انت او رميتها مسلا. فالكورة الزقة دي انت هي ايه? دي يعتبر بتاعتك. ايه بقى المقاومة بتاعتك? اللي هي مقاومة العسل بالنسبة للكورة. هي عملة في فيسكوستي. فيسكوستي عملة كامل دراج عملة توقف الكورة. ومتخلاش تنزل بسرعة. بالضبط. زي مسلا ايه? طبعا لو خلي بالك كل ما الفيسكوستي هتقل لي كل ما كورة تنزل اسرع. يعني مسلا لو حطيت نفس الكورة بس في مية تنزلت اسرع. كورة دي حطتها في هوا. بتنزل في ثواني. تمام? لان الفيسكوستي هنا قليلة جدا. ده معناها اجبر. برضو انت بس كأنك بتشوت كورة. فبالتالي انت لو قوة اللي انت زدها لكورة دي طب ايه المقامة بقى? هي ايه? مقامة تحت كالية لكورة مع الارض صح كده? فبالتالي لو انت مصلا بتشوت الكورة دي على انجيلة. غير بتشوتها على اسفل غير بتشوتها على رملة. اكي? يعني مسلا تلاقي اختلاف مسلا من الكورة اللي على انجيلة مسلا. لو مسلا بتشوف ملعب مسلا. او فيه خماسي. عقلق مصلا قوة حتى قوة القرى ايه بتشاوك. يعني امرك مسلا ما تلاقي حد مسلا والقرى الشاطائية مسلا بتلاقي في راملة. امرك ما تلاقي حد مسلا على القرى الشاطائية. وطي رسلا بيشوت من نص ملعب الجيمة في مصبف منطقة. لان هي القرى بقتيلة جدا. انت بتبعيز قوي جدا بزيار في فيسكوستي اللي هتخدها القرى ايه مش على الراملة. غير طبعا عن نيجيلة اصرع بكتير. غير طبعا عن ملعب مسلا زي راملة حمر زي الخماسي مسلا. فكل اه اه احتكاك او كل كل ارض بتختلف في بتاعت. فانا باب نتكلم ان انت ايه? النفر ده بيعبر عن القوة ديتها على بتاعت ايه المقامة اللي على الكورة او اللي على الجسم اللي انا ايه حركت ده. تمام? طب دي بتساوي ايه? بتساوي رو في اليو. فحاجة اسمها الكاركتوريستيك لينس. الكاركتوريستيك لينس دي هي يعتبر اللينس بتاع اي حاجة. يعني اللينس اللي بيوصف اي جسم. لو انا مسلا عندي فاييه الكاركتوريستيك لينس بتاعه? الكورد صح كده? فهو ده اللينس المميز ليه. طول المميز. طبعا انا لو عندي ديامة اه عندي كورة. اوكي? فالكورة دي اللينس المميز لها. الديامتر صح كده? طبعا انا لو عندي فلاد بليت. تمام? ايه المميز ليه? طوله صح كده? ان هو ده. وهكذا بقى فعشان كده سميه على القلب. على الميو. تمام? يبقى الحتة الفو دي والحتة اللي تحت دي الفيسكوس. تمام? خلينا بس ايه? امسح الحتة دايات. تمام? اوكي. فاللاحظ ان الريوز نمبر في التوربلان بيبقى اكبر بكتير من اللامنة. طب ازاي? وهو فعلا مش اللامنة ده احنا قلنا ان الهوى مش ماشي بعشوية. فبالتادم على ان ايه? ده حتى لو رميت. لو شفت الكورة بكل قوتي احتكاك الارض مع الكورة بيخليها بطيقة تبطأ وتبشي لامنة. تمام كده? طب لو مسلا او كورة مسلا رميتها مسلا في عسل. فالكورة مهما زقتها هي قوة مقاومة العسل بسكوسة العسل قوية جدا. انها تخلي الهوى تخلي الكورة وتنزل ببطء. تنزل لامنة. فعشان كده ايه? كل اما رينوز نمبر يعلق كل اما ايه الفلو بتاعك يبقى تربو. كل اما الولاي الكلام يبقى ايه لامنة. تمام? حلو ايه. اكل حال خالص هاللحز ان ايه? هاللحز ان هنا فيه اللي هو ما بين اللامنة والتربولان ان هنا مفيش ماس ترانسفر يعني ايه? يعني مفيش بارتكال تحت بتطلع فوق. ومفيش بارتكال فوق تنزل تحت. مفيش انرجي اللايير 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 كلها ماشى باقى ماشى بنفس الايه? القوة نفس نفس الصراحة. ما فيش اي انرجي متباتلة ما بينهم. ما فيش اي. ما فيش حاجة اسمها نو. هيت. او نو مسلا انرجي. نو ماس خليها نو ماس. ترانسفر. او انرجي. الماس دي اللي هو البارتكال ستطلع فوقه تنزل يعني. تمام? ترانسفر. اوكي. التربلانت ده هنلاقي. هنلاقي فيه ماس. لان فيه بارتكال تطلع فوقه تنزل تحت. وهنلاقي كمان في ايه? فيه انرجي. صح كده? ان فيه اللاييرز اصلا بتخبط في بعض. ففيه لاييرز بتشد التانية والاييرز بتخبط التانية. ففي زي انرجي بتخبط ايه? بتنتقل من اللايير والتانية. تمام? حلو قوي. ماشي. يبقى كيف هعملنا مقارنة ما بين الايدل والريالجاز. وعملنا مقارنة ما بين اللاملر والتربلانت خلينا بقى ايه? نشوف ازاي نحسب الدراج. ده ده المهم. زي احسب الدراج? اللامنر والتربلانت باوند. انا عايزة نحسب الدراج على ايرفويل. اوكي? يبقى اعملو ازاي بقى? ماشي هو فصل. خلينا نفتح تادي. يا راجل هو كل ده. ماشي معلش. طب خلص. خلينا هبقى اكتب لكم الحيطة دي تادي. اه. خلينا بقى ايه? نحسب نحسب ازاي? اللامنر والتربلانت. الله عايز ايه? ان فيه شوية حاجات. على حسب الدكتور هيدينا ايه? بص هو المفروض طبيعي ان ايه? ان فيه حاجة دي اللي هو لو ده شكل فاليرفويل. فاليرفويل بيبتدي مسلا هنا بتاعها مسلا ده الاكس. فعند اي نقطة على هيبقى لها اكس وايه? وي. ففي حاجة اسمها ده عند اي نقطة. يبقى عند اي نقطة على هادة رديك ده لو ولو ايه? يعني ايه? لامنر و ايه? طب بيساوي ايه? بيساوي بوينت ستة ستة اربعة على جزر رينوز نمبر اكس. تمام كده? حلو. طب رينوز نمبر اكس بيساوي ايه? تعانو نفتكر رينوز نمبر اكس احنا لسه اي لينو او رينوز نمبر عموما بيساوي ايه? تمام? رينوز نمبر اكس بيساوي الرو صح كده? في السرعة. في الطول بقى الطول ده اللي هيبقى ايه هيبقى ال ولا هيبقى اكس? هو طول الـ airfoil كله L لا نريد عند الـ X بس صح كده على الميو فده الـ Reno's number A X تمام حلو قوي فدائب الـ CFX بتاع الـ Laminar عند أي نقطة طب الـ Turbulence CFX تاع الـ Turbulence يساوي إيه يساوي point O خمسة تسعة تنين على Reno's number X 0.2 دي يعتبر إيه النحة التانية 0.2 مثلا أو تحت الجذر يعني والتحت 0.2 أوكي حلو قوي طب الشير ستراس الشير ستراس بيساوي إيه الشير ستراس أصلا بيساوي إيه بيساوي الـ CFX في الـ Q يعني إيه الـ Q infinity اللي هي إيه dynamic pressure Q infinity خلينا إيه اتبع مع بعض هنا برضو هي النص رو في الـ V infinity square أوكي دي حاجة اسمها دي الـ dynamic pressure دي كاتف الـ equation لو قتلين أوكي فالـ هي في C F تمام حلو قوي فيبقى الشير ستراس أه تفضل يوسف شوانت لو سمحته وانا دلوقتي لما في الـ CFX داية الـ X هتكون يعني في المسال دا هتبقى طول الكورد مثلا أو اللي هو هيدهارب بالزبط عند أي نقطة مسلا عند أي نقطة مسلا هي دي ودي عند أي نقطة هدرح سيبك الشير ستراس عند أي نقطة هدرح سيبك عند النقطة دي عند النقطة دي بس طبعا لو عايزه الطول كله. يبقى احسب عند ايه? عند الكورد او عند ال. صح كده? طبعا. يعني هو هيحددلي رقم هيدا. هو هيديني رقم. مش هيديني مسلا معلومة وانا حد ادور على حالة. ما لا هقولك بقى. احنا دوقتي جايبينها فونكشن اوف اكس. يعني جايبين دوقتي الشير سترس. فونكشن اوف اكس. اللي هو هيساوي كم? انا عايز بقى. لو انا عايز بقى احسب الراك بقى. على على طول ال ايرفويل. انا عايز ده ده فونكشن في ال اكس. يفود اعمل ايه? اكامل. صح كده? انا عندي حاجة فونكشن اوف اكس. عايز اجيبها على الطول كله. يبقى اعمل ايه? يبقى كامل. فيبقى ستة ستة اربعة كيو انفينيتي. على جزر رينوز نمبر اكس. انا عامل ان هي نفس السي اف اكس بسبب ايه. في كيو انفينيتي. طب وهنا التربلانت. هيساوي ايه? بوينت او خمسة تسعة دين كيو انفينيتي. على رينوز نمبر اكس. بص بوينت او. حلو. دي برضو عند اي اكس. يعني انا قدر اجيب لك عند اي نقطة. انا عايز احسب بقى دراج على الارفويل كله. بقى اعمل ايه? بصوا. المفروض بيساوي ايه? بيساوي تكامل على الاريا. لان ده يعتبر ايه? ده يعتبر صح كده? والمفروض بيساوي في الايه? في الاريا. مش بيساوي على الاريا? في بيساوي ايه? في اريا. او في اريا. فالشيء اضراها في الاريا. بس عشان خطر انا معيش. انا معي فانكشن او اكس. فلازم اكامل. فهكامل بالنسبة لدي ايه? فتخيل كيها معنا احنا معنا ايرفويل. اوكي? ده شكل ايرفويل. اوكي? وانا عندي ده طول ايه? الاسبان بتاعه. فالطول ده سابت مش هيتغير. هسميه بي الاسبان. طب وهنا دي الاكس بقى بتتغير معايا. من زيرو لحد ايه? لحد السي. اوكي? فتعالهم كامل بقى يبقى. لدي ايه? هتتحول لاي? لدي اكس دي واي. او دي اكس دي اه دي بي. الدي بي اصلا هي سابتة اصلا يعني. اللي هي الاسبان ده فهتبقى سابت. فهتبقى الدي بي ال. في دي اكس. حتى عنده مشكلة هنا? تمام? حلو قوي. طب اتقول لي ثانية واحدة. هو الدراك ده بتحسب على سطح واحد مش هنا فيه فوق وتحت. مش الهو بيخبط فوق وتحت. يبقى عمل ايه? اضرف كام? اضرف في اتنين عشان اجيبي الايه? اللي هو ايه? خلينا نعملها بشكل احسن. في اتنين عشان تبقى ايه? two sides. دي بو كده بيكون على الوينج او اللي على ال two wings? لا ده على الوينج الاسبان ده الوينج كله. الاسبان ده troll ده الوينج كله اوكي? اتنين سوا ايه. اه اللي التن سوا هو اصلا و الاسبان ده الوينج كله تمام? اللي وص الاسبان ده على الناحة تانية شمال والميدي اعلى مثلا امرسم طيارة كده. لو انا ده top view بتاعي مسلا. تمام? فلما قولك ده الوينج فايبقى ده كله الاسبان. تمام? ده كله لسيبان. حتى باللي جوة. باللي جوة الطيارة. تمام? حلو قوي. ماشي. يبقى ده 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 نقدر نحسب الدراج من هنا. نقدر نكامل الشير السرس ونطلع الدراج من هنا. حلو قوي. فلو احنا كاملنا الكلام ده كله. هيطلع لنا في الاخر. الدي بتساوي ايه? عشان برضو احنا ايه? هلو بقى كامل في المحال. عشان في وقت للكلام ده كله. فههعمل ايه? مفروض الدراج بتاعنا هيطلع لنا كام? تلاتة اتنين تمانية. في الاسبان في الفي انفينيتي. في تحت الجزر ميو. في الرو في الال في الفي انفينيتي. تمام? طيب ثانية واحدة. هو المفروض الدراج اصلا بيساوي ايه? الدراج الطبيعي بتاعنا هو بيساوي ايه? بيساوي نص. رو في انفينيتي سكوير. في الاريا بتاعتي اللي هي البي في السي. لو انا عتوارتها في لات لات. يعني الاسبان في الكورد كله. في السي دي اف. السي دي اف ده. ده التوتال دراج اوفيشنت على الارفويل. تمام كده? فده معناه ايه? ان انا لو عايز احسب بقى السي دي اف هاسم ايه? هاسم الدراج على نص رو في سكوير في الاريا. الاريا خلي بالكو هي ايه? هي بي في سي. او بي في ال يعني. على حسن بقى سميها سي او سميها ال. يعني هو طول اللي هو الكورد بتاع الارفويل. تمام? فخلينا ايه? طيب نرجع على صفحة تانية كده. اوكي. ماشي شوان بس. ماشي. اوكي. فاللاحظ ايه? هنلاحظ ايه نعم. فالدي اف بقى هتساوي ايه? نقولنا هتساوي. تمام? او السي دي اف. اللي هو التوتال دراج كوبيشنت. بيساوي ايه? بيساوي الدراج على نص رو في انفينيتي سكوير في الاريا. الاريا بتاعتنا هلا هي ايه? لالسبان في ال ال او في الكورد على حسب يعني. تمام? انت هتسمي ايه? المهم لو احنا بقى عملنا الكلام ده كله. وكملنا وجبنا الدراج اللي تلا معنا بالرقم ده. اللي هو وان بوينت سي تو ايت. ده في اللامنر. في البي في في انفينيتي في جزر ميو رو ايه في انفينيتي. واتمناه بقى على مص رو في في سكوير في البي في او البي في الال يعني على حسب الاريا بتاعتك. او حسب استسميتك ليها يعني. هيديني في الاخر ايه? هيديني الرقم ده. اللي هو وان اوينت تلاتة اتنين تمانية. على الرينوس نمبر ايه? ال. حلو حلو. الرقم ده الحاول بتاع الفانشن دي حفظها. يعني دي حفظها. ليه بقى? الدكتور ممكن يجيب لك ايه? الدكتور ممكن يجيب لك الفانشن ده لك فعشان تجيب الدراج هتعمل ايه? تضرب الفانشن في ايه? في الكيو انفينيتي. وبعد كده تكامل الدراج. تجامل الشير ستريس. فيطلع لك القانون ده. صح كده? طب حلو ايه. طب ما هو الدراج هو هو ايه? هو مضروع في ايه? في نص رو في انفينيت سكوير في الايه? صح كده في الاريا. فلو قادرت احفظ ده. خلاص احنا المسألة في ثواني. بدل الموعدة كامل والكلام ده كله. حتى لو الدكتور اصلا بيدي لسي اف اكس. هقول له بالتكامل. يعني بعد ما جيبتش السترس وكامل. في الاخر هتلع لي ايه? السي دي اف بالرقم ده والدراج بالرقم ده. اللي هو نص رو في انفينيت سكوير في الاريا في السي دي اف. فاهمين? يبقى انت كسرعت وقت وانجزت نفسك. حاولوا تحفظوا دي. دي للامنر. نفس الكلام برضو انا عمله للتربلانت. بعد ما هنكامل هلاحظ ان الدراج في التربلانت. بيساوي ايه? بيساوي بوينت واحد اربعة تمانية. بي ال كيو انفينيتي. لا ما عليش بوينت سانية واحدة بوينت او. سبعة اربعة. ماشي بي ال كيو انفينيتي. كيو انفينيتي. اوكي? على الرينوز نمبر ال بس بوينت تو. فلو اسمنا بقى عشان اجيبي السي دي اف. السي دي اف هيساوي ايه? هيساوي الدي اف او الدي بتاع التربلانت التودل دراك يعني على نص رو في انفينيتي سكوير في الاريا. الاريا دي اللي هيا في ايوتوب. في حسنك اشغال ايه? اوكي? فلو حسبنا برضو تاني كده. هنلاحظ الايه? ان السي دي اف بتاعنا. في اللامينار التربلانت بقى يساوي ايه? يساوي بوينت او. سبعة. سبعة اربعة. ماشي على رينوز نمبر ال بوينت او. وده برضو يتحفز. احفظوا ده احسن نتير جدا. بدلا ما الدكتور يديك الشيرسترس وانت تكامل وبعدا ما تكامل تحسب الدراج. طب ليه? ما هو سي دي اف. اضربه في نص رو في في الاريا. واضربه في سي دي اف. اجيب الدراج. ما هو الدراج بيساوي ايه? بيساوي النص. ثانية واحدة. بيساوي نص. رو في في الاريا. في الايه? في السي دي اف. اوكي? فلو انت عارف ده. بس خلي بالكو ده ايه? بالاو سايد. بفضل اضراف اتنين عشان اعجيب الايه? تو سايد. تمام كده? خلي بالكم انديه. بس كده هو ده المفروض يعني اللي بتتكلم عنه الشابطة. تعالوا بقى نشوف الشيت بيقول ايه? في الحتة دايه. حتى عنده سؤال? اوكي خلينا نعمل كده السؤال الشيت. الشيت اول سؤال بيقول ايه? what's the main difference between الايدل والريل فاكرين ايه الفرع من الريل والايدل فلو? الفيسكوس دي بس يعني احنا قولنا ايه? الريل والايدل الفرع ان هنا الفيسكوس بزيرو وده مش حقيقي. والريال ان الفيسكوس دي ما بتزاوي يزيرو. بس كده. اوكي. حالو تاني. ده part A part B بقى. لو انت بقى عايزة عندك flat plates او ارض مثلا وماش عليها flow. في الايدل وفي الريل. لو احنا ارض ده عندنا اهو flat plate اهو. ماشي? وفيه flow ماشي. الفلو ده هيعمل ايه? مش هيبه في احتكاك لنفيش فيسكوس دي. فبالتالي هيبقى شكلها عامل كده. هو عايزة نرسل بروس استربيوشن. الله بروس استربيوشن ما بتتغيرش. من سطح الارض لحد اخر نقطة هي نفسها اليو ايه? بتاعت الهواء. تمام? طب هنا بقى العكس. لأ طبعا لو في بيسكوس دي يحصل احتكاك. فبالتالي السرعة تزير وتبدأ تزيد تدريجان لحتى ما توصل للايه? لليو ايه? لليو ايه? لليو انفينيتي. تمام كده? حلو ايه. تمام? ده كده الايدل وده كده الرائل. ماشي? وده كده اللي هو السؤال الاولاني. ده كده بارت ايه? وده كده بارت بي. ماشي. السؤال التاني. احنا كنا شرحون هون. نسا اعلانه من دلوقتي. هيا ايه? هيا الحركة بتاعة الفلو. بتاعة الفلو. ماشية. موازية لبعض. تمام كده? هلانا اعملها في صفحة جديدة احسن. تمام كده? هللاحظ ان اللامده اللامنر وده التوربلانت. تمام كده? اوكي? اللامده هللاحظ ان الفلو ماشي كله جنب بعض. تمام كده? التوربلانت هتلاقي لأن فيه زي ماس ترانسفر واندريجي ترانسفر. طبعا لان هنا نو ماس. صح كده? واندريجي ترانسفر صح كده? وفي التوربلانت لأ فيه ماس. اوكي? وفيه اندريجي ترانسفر. اوكي? تاني حاجة عندنا وهي ايه? الريونوس نمبر. احنا قولنا هنا ريونوس نمبر بتاع التوربلانت.